موسيقى بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد عمين المبادئ التلاتة بالرهبنة هي الأساس فالبتولية الرهبنة تقوم على البتولية والبتولية تقوم على محبة المسيح ومحبة المسيح هي السر القدرة على البزل والتضحية بكل شهوات الجسر البتولية في الرهبنة لا تقف عندها حدود تعفف الجسد فقط بل تتعداه إلى طهارة الوجدان وقداسة الفكر الداخلي البتولية هي رأس مال الراهب وكنزه السمين وإكليل فخره ومجده شخص المسيح هو حجر الزاوية في حياة البتولية والعفة فالمسيح معلم الطهارة مؤسس الظهور يساعد ويشدد كل من يجاهد في حياة الطهارة حتى يكمل جهاده ويأخذ إكليله يعيش في الرهبنة البتوليون الذين اكتفوا بالمسيح عريصا لنفوسه وقدموا له بتولياتهم زبيح الحب يتفرغ لعباداته حسب كل معلمنا بولس الرسول غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرد الرب الرهبان البتوليون الذين كرسوا أنفسهم للرب جسدا مروحا في حياة طاهرة ملائكية يتساعد بخور بتوليتهم في رائحة بخور زكية أمام الرب فيتناسم الرب منها رائحة الرد والسرور كما قيل عن العزراء مريم البتول في التسبح البخور المختار الذي لبتولياتك صعد إلى كرسي الآب أفضل من بخور الشاربين والصرفيم يا مريم العزراء الموجودة في زكتولوجيت باكر البتولية في حياة الراهب هي شعلة من الحب نحو الله يستنير بها جهاده ويتقدس بها جسده وكل حواسه طريق البتولية هو القمة في حياة التكريس والسلوك في طريق الملفات يجعل الراهب يسلوك كملاك في صورة إنسان يقولون عن الرهبان بشر سمائيون أو ملائكة أرضيون الرهبان البتوليون سينضمون قطعا إلى المئة الأربعة أربعون ألفاً البتولين غير الدنيسين في السماء الذين رأاهم وقفين حول العرش مع الحمل على جبل صهيون العالي يترى نمود الترليمة جديدة لا يعرفها إلا هم وقد وصف القديس أثنس يترى نفس الرسول البتولية بأنها علامة الديانة الصحيحة فأن الديانة الصحيحة التي تحبب البتولية إلى الناس لأن الهراتق والوثنيين يكرهون البتولية ويقبحونها كذلك يقول قديس موسى الأسود شفيع التائبين الذي يتهاون بعفة قسده يخجل في صلاته يقول قديس غريقورس الثعلوغ وصناتق باللهيات هذه الأمور السلاسة يطلبها الله من كل إنسان إيمان مستقيم صدق اللسان طهارة الجسد وهكذا يضع القديس طهارة الجسد في صف وأهمية الإيمان الركن الثالث للرهبانة هي الطاعة والطاعة هي الإصغاء الداخلي لصوت الله ولصوت المرشد الذي يرشدنا إلى طريق الله ويوصينا الرسول بوليس قائلا أطيع مرشدكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم صفا يعطونا حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين لأن هذا غير نافعا لك في الوصيح الرهبانية التي تتلع على الراهب يوم رهبانته يقولوله الخضوع والطاعة تكمل هما احرس أن تسمع لمن يرشدك إلى طريق الله ووصياه إلى حد الموت لكي تنال تاج أبناء الله وترس ملكوت السماوات ويكون لك نصيب وإرث مع كافة الخضلسين الذين أرضوا الله وكان المتعارف عليه عند شيوخ الرهبانة أنه اللي كي يؤسس الرهب المبتدع حياته على أساس متين وسليم عليه بالطاعة لمرشده وإخضاع إراداته لوصياه تماما كان أول درس يلقيها أباء الرهبانة على تلاميذهم هو درس الطاعة وأن يتجرد الراهب عن إراداته الشخصية وكان التمارين الطاعة التي يصفها شيوخ لتلاميذهم من النوع الذي لا تقبله النفس بسهولة وكان الله أحيانا يعمل معجزات بسبب طاعة التلاميذ قد أسهب الأباء في كلامهم عن الطاعة ودررتها يقول القديس الأنب بانطنيوس لا تكن قليل السم لألا تصير وعاء لجميع الشرور ضع في قلبك أن تسمع لأبيك فتحل بركة الله عليك كذلك قال الطاعة والمسكانة يخدعان لنا الوحوش أيضا قال الذين بلا إرشاد يسقطون مثل ورق الشجر لأنهم لم ينتبهوا للوصية القائلة اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقولون لك قال شيخ آخر الطاعة يا فخر الراهب من اقتناها يسمع الله صلاته ويقف أمام المسلوب رب المجد بذاله لأن إلهنا الصالح من أجل طاعته لأبيه صلب عنه قال الأب أوراسيوس الطاعة حياة والأسيان موته الركن الثالث للراهبانة هو التجرب بالتجرب يترك الراهب جميع أمواله ومختنياته ووزيفاته ومستقبله العالمي لا قسرا أو جبرا وإما طوعا واختيارا عن صور ورضا من أجل النصيب الصالح الذي لن ينزع منه وهو الرهبانة والالتساق بالله دون مانع أو عائل حياة التجرب التي يعيشها الرهبان هي إتمام الوصية وسيط السيد المسيح القائل إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك وعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني وقال للشاب الغني عوزك وشاء واحد اذهب بيع كل ما لك وعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصلاح التجرب هو انتصار الروح على الجسد انتصار المحبة على الأنانية التجرب يؤهل الروحب للتحليق في جو الفضيل لا نهائي بدون مانع أو عائل يترك الروحب كل شيء لكي يربح كل شيء كما قال معلمنا بولس الرسول ما كان لي ربحا فقد حسبته من أجل المسيح خسارة بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي هذه من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه وفي مكان آخر يقول كفقراء ونحن نلغي كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء من قوانين الرهبانة في هذا الشأ يجب امتحان من يترك العالم يتخص الرهبانة أن يترك كل غنى هذا الظهر وأن ينتزع من قلبه كل ما تبقى فيه من علاقة أسهب الأباء في متح فضيلة التجرد واعتبروه الأساس المتين الذي يجب أن يبني عليه الرهب كل البنيان الفضيلة قال شيخ إن أعمال الرهبانة كلها عظيمة ولكن أعظمها جميعا والفقر الاختياري أي التجرد وقال القديس مكريوس الكبير الإنسان الذي يدخل الحمام إن لم يخلع عنه جميع سيابه لا ينعم بالاستحمام كذلك الراهب إن لم يتعرع عن كل اهتمام عالمي وإن لم يطرع عنه جميع شهواته ومدزواته ومختنياته فلن يصير راهبا ناجحا ولن يبلغ حد الفضيلة قال شيخ لقد سمي الراهب متوحدا لأنه أصبح يعيش وحده لا يمتلك شيئا فإن كان له ملك يجار عليه ويظلم فيه فليس هو راهب بهذه السلاسة المبادئ السلاسة أو النزول السلاسة أو المسامير السلاسة التي نصلب بها أنفسنا الرهبان التي هي البتولية والتعى والتجرد يسلك الراهب في حياة روحية عميقة فيها عربون الحياة الأبدية ومزاقة الملكوت ويعيش كأيام السماع على الأرض ترجمة نانسي قنقر